موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته دقيق إخبارية أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم أكد بيان مشترك للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وألمانيا والكويت وسويد على أهمية تمديد وتوسيع الهدنة السارية في اليمن والحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال اليمن وسلامة أراضي جاء ذلك في ختام اجتماع لنواب الوزراء وكبار الممثلين الرسمي لتلك الدول في الأمم المتحدة ضم مجموعة أربعة وزائد خمسة بشأن اليمن شاركت فيه هولادا وأومان والسعودية والإمارات وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية وجدد البيان دعم مجموعة للمبعوث الأممي وأجهوده لتمديد الهدنة الحالية مشددا على ضرورة إحرز تقدم سريع للوصول إلى اتفاق موسع الهدنة والذي سيوفر فرصة أكبر للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بمقر إقامته في نيويورك وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموقف السعودي المشرف إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف وصولا إلى دور المملكة الرائد كقائد لتحالف دعم الشرعية فضلا عن مساعيها ومبادراتها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن وتطرق اللقاء إلى مسجدة الأوضاع اليمنية ومسال الهدنة الإنسانية والجهود الإقليمية والدولية لتجديدها والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يضمن إنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية والسعادة مؤسسات الدولة وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن إيران تزود الحوثيين بشكل مستمر بالمسيرات مشيرا إلى أن السعودية تمكنت من صد نحو 94% من الهجمات بالطائرات المسيرة ضدها وقال إن تكنولوجيا المسيرة الإيرانية تشكل خطرا متزايدا على منطقة الشرق الأوسط مشددا على أهمية التعاون بين دول المنطقة للتصديلة وفيما يتعلق بالهدنة في اليمن قال وزير الخارجية السعودي إن الحوثيين يضعون حاليا سلسلة من المطالب التي لا نهاية لها ولا يمكن للحكومة اليمنية الاستجابة لها مرجحا أن الحوثيين لن يوافقوا على تبديد الهدنة لأن مصلحة الشعب اليمني لا تهمهم شهدت محافظة تعز تجشين الفعالية الرسمية للاحتفال بالعيد الستي لثورة السادس والعشر من سبتمبر بكرنفال شعبي ورياضي نظمه مكتب الشباب والرياضة برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ تعز نبيل شمسان وأشهد وكيل أول المحافظة بالكرنفال الذي أقيم وسط حضور جماهري كبير في ميدان الشهداء وتحت زخات المطر مؤكدا تقدير تعز لتضحية شهدائها الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن في مختلف المحطة النضالية ضد المستبدين والإماميين وأبدى الدكتور عبدالقوي المخلافي بالعرض النوعي الذي رسمه شباب تعز ورياضيها وأعضاء الكشافة والمرشدات في الكرنفال الرياضي الكشفي مشددا على أن هذه المشاهد تبعث اليقين بأن تعز ستظل حية برجالها وشبابها شاكرا مكتب الشباب والرياضة والأندي الرياضية والكشفية التي تفننت في صناعة هذه اللوحات الوطنية المعبرة شاركت الفرقة الموسيقية العسكرية في مارب في إحياء أفراح اليمنيين واحتفالاتهم بالعيد الوطني الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة والتاسع والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وأجابت الفرق الموسيقية العسكرية عددا من شوارع مدينة مارب عاصمة المحافظة بمشاركة عشرة أفواج من الفرق الكشفية من مدارس المحافظة وفوج للقيادات الكشفية من عدد من المحافظات وعزفت الفرقة الموسيقية العسكرية الأغاني والأناشد الوطنية والفرائحية بهذه المناسبة العطرة التي ألهبت مشاعر المواطنين والذين اصطفوا للترحيب بالفرق الموسيقية والكشفية ناثرين عليهم الفل ومتفاعلين معهم في ترديد الأناشد والأهازيز الوطنية الفرائحية وعكست التلاحم الكبير بين القوات المسلحة والشعب وعظمة الثورة في نفوسهم والمبادئ القيم التي حملوها والمكاسب التي حققوها للشعب اليمني وإيمانهم العميق بالدفاع عنها ومكتسباتها والوفاء للدماء الزكية التي قدمها الأحرار من أل تحقيق هذه الثورة العظيمة وصناعة فجر جديد للشعب اليمني أقام شباب الكشافة في مدينة مارب عرضا شبابيا كشفيا احتفاءا بالذكرى الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من القيادات المدنية والعسكرية والشبابية وفي مارب أيضا ناحية المدلس الأعلى للمقاومة بمحافظة إبا الذكرى الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر بحفر قطابي وفني في مدينة مارب حضره رئيس هيئة الأركان العامة وقيادات مدنية وعسكرية وحشد من أبناء المحافظة احتفت قيادة محور مران اليوم بتخرج الدفعات العسكرية الرابعة مسجدي والتي أقامها المركز التدريبي للمحور تزامنا مع الذكرى الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وأكد قائد محور مران قائد ألوية العروبة اللوان ركن عبدالكريم عوبل السدعي أن محور مران مستمر في التجنيد والتدريب وهو على جاهزية كاملة لمواجهة المد الفارسي وميليشيته الحوثية الإمامية وضف السدعي أن هذه الدفعة العسكرية الجديدة التي أطلق عليها دفعة أمين الجمهورية ستمثل رافدا جديدا لقوة المحور وستتصدى للميليشية الحوثية وستعمل على هزيمتها مع بقية الوحدة العسكرية في الجيش الوطني وقدم المسجدون عرضا عسكريا عكس الروح المعنوية العالية ونوعية التدريب الذي تلقوه خلال فترة الاستجداد شيع اليوم في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز الشهيد شهاب محمد علي والذي ارتقى الثلاثاء الماضي جراء استهدافه من قبل الطيران المسير لميليشية الحوثي التي تواصل انتهاكاتها للهدنة الأممية باستهداف مواقع الجيش الوطني وقصف المناطق السكنية وعبر المشيعون عن ادانتهم للخروقات الحوثية للهدنة والجرائم المستمرة التي ترتكبها مؤكدين ان هذا الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع الميليشية الحوثية على مواصلة ارتكاب المزيد وطلب المشيعون مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ قرارات جريئة في ظل رفض الميليشية لانصياع لدعوات السلام وخروقاتها اليومية للهدنة اقيم اليوم في تعز حفل تخرج الف طالبة وطالبة من معهد احتراف للتدريب والتأهيل وذلك ضمن احتفالات بلادنا بالذكرى الستين لثورات السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة الحفل الاستعراضي والكرنفالي يقيم برعاية محافظة تعز نبيل شمسان وبحضور وكيل اول المحافظات دكتور قعد القوي المخلافي واللواء عبد الكريم الصبري وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامنة وبدعم من الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس الاعلى للمقاومات الشعبية نظم التجمع اليمني للاصلاح بمنطقة روكب بمدينة المكلة مساء الخميس ندوة سياسية لحياة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس الحزب وفي بداية الندوة القيت كلمة ترحيبية عن الاصلاح بروكب القاها عبدالله بمحفوظ نقل خلالها تحيا اعضاء الاصلاح وتقديره لكل الحضور واجتملت الندوة التي قدمها منصر بمخشب محورين تحدث رئيس الدائرة الاجتماعية للاصلاح بساحل حضرموت أحمد سالم المرشدي عن محطات من مسيرة الاصلاح فيما تحدث رئيس الدائرة السياسية للاصلاح بساحل حضرموت محمد بالطيف في محور الندوة الثاني عن الاسهامات الوطنية للاصلاح ضمن حملة هي تبني السلام وبالتزامن مع اليوم العالمي للسلام نظمت رابطة أمهات المختطفين وبشراكة مع الشبكة العالمية لعمل المجتمع المدني آيكان ندوة بعنوان المرأة اليمنية بانية السلام واقع وطموح الندوة اجتملت على ثلاثات محاور تطرق الأول لدور المرأة في صنع السلام خلال الحرب فيما تطرق الثاني لدور منظمات المجتمع المدني في دعم المرأة وتمكينها من صناعة السلام وخصص المحور الثالث لدور الرجل في الأخذ بيد المرأة وصناعة السلام توقعت وزارة الصحة زيادة في عدد الحالات المصابة بجائحة كورونا وعودة موجة جديدة من الوباء خلال فصل الشتاء القادم وقال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحي بح خلال تدشينه السبت للحملة الوطنية الطارئة للتحصين بلقاح جونسون ضد كورونا إن الحملة تأتي استعدادا لشتاء القادم الذي يتوقع فيه ظهور حالات جديدة من الجائحة وزيادة الإصابات ودعى وزير الصحة المواطنين إلى المسارعة بأخذ اللقاح كما حث أئمة وخطباء المساجد ووسائل الإعلام والمجتمع المدني على حجة الرأي العام للتوعية بضرورة وأهمية التحصين للوقاية من فيروس كورونا تقائقنا الإخبارية انتهت هذا علي عزي يحييكم في رعاية الله اشتركوا في القناة